السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا عليك توكلنا وليك أنا بني وليك المصير أهلا بحضراتكم ونستكمل الكلام حول آيات سورة البقرة والحلقة بتاعت النهاردة بنستكمل هنعيد الآية بتاعة الحلقة اللي فاتت 219 وهناخد معاها الآية رقم 220 عشان فيه ارتباط بين الآيتين لأن الآية 219 تحريم الخمر ومراحل تحريم الخمور بداية الآية 220 مرتبط ارتباط وثيق بالآية اللي قبلها فعشان كده هنعيد ونفتح المصاحف ونتابع مع بعض الآيتين دول تعالوا نستمع إلى هذه الآيات من القرآن الكريم من سورة البقرة ترجمة نانسي قنقر كيف مشاركو اشتركوا في القناة 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 ان هي بتفقد الواحد الشهية للأكل قالك ماشي وايه كمان قالك الخمرة بتعمل جحوز في العينين يبقوا برزين برة جدا مرض مش طبيعة في الواحد قالك ان الخمرة بتبقى بطن السكير منتفخة لان الخمرة بتعمل اتساع وانتفاخ في المعدة فتنفخ له بطنه ماشي قالك الخمرة كمان بتعمل ايه بتعمل بتشمع الكبد وتدمر الكلا لان كل العناصر اللي فيها سم فالكلا عشان تشتغل تشتغل فيجهدها فتتدمر فيدمر الكلا قالك كمان بتجيب داء السل نعوذ بالله من ذلك يا رب قالك كمان في حاجة خطيرة جدا بتعجل بالشيخوخة للسكير اللي بيشرب خمرة كتير عوامل الشيخوخة بتبان عليه بدري 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 يبقى عنده 40 سنة وتبص فيه تحس ان عنده 60-80 سنة شكله وشه مكرمش صوته صحته بتجيب له داء الشيخوخة بدري بدري بتسرع بالهرم الكبر يعني بتعمل امراض تصلوا بالشرايين يا ربنا يحفظنا وإياكم بتضعف النسل لأنك ابن السكير دايما ضعيف هزيل لأنه هو أبوه مرضان المصدر بتاعه مرضان فأولاده البزرة بتيجي تابعا عن الأصل يعني لو أنا عندي بزرة وحطتها في أرض ملحة مش هتطلع ولو طلعت هتطلع ضعفانة وما يعلم بها لربنا قال لك دي المضار الصحي بس قال لك لا لسه فيه المضار العقلي هي مش كفاء المضار الصحي لا ما تطولوا بالك ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقونك قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة تفكر كده شوف المضار دي بقى واخدين بالكم تفكروا في اللي ينفعك ومش في اللي يضركه فقال لك من المضار العقلية للخمر إن هي بتضعف القوى العقلية للسكير اللي بيشرى الخمر ليه لأن هي بتؤثر على الجملة العصبية عند الإنسان فتؤدي إلى إضعاف العقل التنبيه عنده بيبقى متأخر وقد تؤدي إلى الجنون وقد تؤدي إلى الجنون دي المضار العقلية بتاعة الخمر بس لا قال لك أنت تكلمت عن المضار الصحية هو وبتتكلم عن المضار العقلية في مضار تانية؟ أيوة مضار مالية فلوس تصرف تروح تشتغل وتدفحت عشان تجيب لك 100 جنيه 200 جنيه وتروح تشتري بهم إزاستين خمراء فتدمر فلوسك فيما لا يعود عليك بالنفع تدفع الفلوس اللي تعبت بيها وتبهدلت وتمرمطت عشان تجيبها عشان تدمر صحتك بإزاستين الخمراء اللي انت رايح تشتريهم بتتلف المال بتؤدي إلى إهمال واجب النفقة على الزوجة والأولاد أدي مضار لأنك انت حضرتك عايز تروح تجيب إزاستين البيرة أو إزاستين الخمراء أو سجرتين البنجو أو شيرتين الترامدول أو بقى المصايب السودة بقى دي بقى فممكن يبقى انت معاك 20 جنيه وتروح تشتري بيهم اللي انت عايزه اللي يتلف صحتك وزوجتك وولادك عايزين يأكلوا وما تجيبش لهم أكل وتفضل انك تروح تعمل الحاجة الغلط دي على انك تصرف على زوجتك وتنفق على زوجتك وعلى أولادك قال لك يبقى مضار صحية ومضار عقلية ومضار مالية بس لا في مضار تانية ايه؟ قال لك مضار اجتماعية اجتماعية يعني ايه؟ يعني المجتمع اللي انت عايش فيه السكير دا دايما مكروه من الناس اللي عايزه وريني واحد سكير بيشتغل في شركة وكويس دا لو صاحب الشركة دا عرف ان فلان دا مدمن بيسرحه بيروحه يقول روح يؤدي ابني في بيتك ملاكش شغلة عندي مؤخرا قريت ان الدولة فعلا عايزة تعمل تحاليل والمدمن يتم عزله او يتم فصله من العمل بتاعه يبقى هي افسدت علاقته الاجتماعية بالناس ولا لا افسدت علاقته الاجتماعية بالناس تلاقي السكير دا لا يصاحب الا من هو على شاكلته قال لذلك ربنا يقول لكم تتفكرون في الدنيا والاخرة مدار بس كده يبقى فيه مدار صحية وفيه مدار عقلية وفيه مدار مالية وفيه مدار اجتماعية قال لك فيه مدار ادبية يعني مدار ادبية السكران دا بيبقى هزيل ضعفان تبص في وشه 24 ساعة يعني استغفر الله وتلاقي كده الناس بيستهنوا بيه ما يجبهوشي قعدوه في قعدة صلح مثلا ما يحصلش ليه لانه يعني كبر دماغك دا مدمن دا هيعمل دا هيصلح دا بس يصلح نفسه الاول فتلاقي فيه مدار ادبية الناس ما يعاملهوش معاملة طيبة ما فيش المعاملة الطيبة او الاحترام الكويس للشخص لانه شخص هو اسقط هيبته وكرامته من الناس فبالتالي الناس بيعملوه معاملة سيئة جدا فيه مدار عامة بقى مدار عامة يعني قال لك كثيرا ما يؤدي الشرب الخمر دا يلاقف شاية الاسرار عايز تعرف سر عن حد ايه تدي له كبايتين خمر تدي له بس كسين خمر حيخر لك كل حاجة والسلاح دا كان بيتم استعماله مع الجواسيس يحبوا يسرقوا اخبار بلد مثلا معينة يروحوا جايبين جاسوس من الجواسيس مديله كسين خمره يسيحوا دماغه ياخدوا كل الاسرار منه صدق الله إنما يريد الشيطان أن يوكع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة مضار دينية هي دي بقى الآية دي بقى المضار الدينية يمنعك أنك تصلي يمنعك أنك تؤدي مستحيل المدمن ده يؤدي فريضة بشكل سليل مستحيل فصدق الله إنما يريد الشيطان أن يوكع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة تعالوا بقى للآية بتاعة النهار ده بقى لعلكم تتفكروا في الدنيا والآخرة تتفكروا في الدنيا في إيه؟ في اللي ينفع لكم في اللي يضرواكم لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة وبعدين ننتقل للحوار والكلام عنه ويسألونك عن اليتاماء قل إصلاحوا لهم خير بيسألوك نعملوا إيه مع اليتاماء نتصرف معهم إزاي نأكلهم نبيعوا ونشتري وفلسهم معانا ليه لأنه نزل قول الله إن الذين يأكلون أموال اليتاماء ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا فلما نزلت الآية دي رافعوا أديهم خالص وخافوا قال لك عمه ربنا آه ما للي يتم ده ما تقربش منه فكانوا يسيبوا أموال اليتاماء لحد اليتم ما يكله لو هو أكل أو يفسد فده بيعملهم مشقة وبيزعلهم فرحوا للنبي قالوا حل الموضوع ده ويسألونك عن اليتاماء اليتيم هو من فقد أباه قبل أن يبلغ ويسألونك عن اليتاماء فالرد قل إصلاح لهم خير الفلوس بتاعتهم اتعاملوا معها بالإصلاح بما يعود بالنفع عليهم يعني تجروا بفلوسهم ولو كسبوا خذوا الفلوس دي عنهالهم اتعاملوا مع فلوسهم بما يرضي الله وإنتوا خالطوهم فإخوانكم خلطوهم عيشوا معاهم ويعيشوا معاكم وحطوا فلوسهم على فلوسكم بس عارفين فلوسهم وعارفين أرباحهم وإنتوا خالطوهم فإخوانكم دولهم إخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ربنا عارف اللي فنييته يصلح واللي فنييته يفسد ولو شاء الله لأعناتكم يعني لضيق عليكم العنات يعني المشقة والحرج لأعناتكم واخد مبالكم ولو شاء الله لأعناتكم إن الله عزيز لا يغلب حكيم في تصرفه كل تصرفاته في محلها وفي مكانها منضبطة لا يشوبها خطأ تعالى الله عن ذلك علوا كبير ده مجمل الآيتين دول 219 و 220 أسمع أول اتصال النهاردة يا أم أمير السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أنا عندي صالحة بلتكش ما هو هو اللي يشرب سجاير وتطفيها في الحمام حرام اللي يشرب إيه سجاير ماشي ها ويتطفيها في الحمام حرام وإيه وإيه يشربها في الحمام ويتطفيها في الحمام برد إيه علاقة الشرب في الحمام بالحرمة ما يكونوا مولع تجارة كده جوزي يطلع يصف الحمام يدخل بيها وتخلصوا في الحمام ويطفيها برد وفي الحمام ماشي طيب هي التدخين نفسه ما احنا قولنا أنه هو حرام بغض النظر عنه بغض النظر عن كون بقى هو في الحمام ولا برد الحمام ماشي شكرا يا أم أمير يا أم وائل السلام عليكم يا أم وائل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ممكن أخذ ممريكك يا دكتور يا دكتور حاضر منعني أخذها منين يا دني خليك زي ما انت هما هيدوها لك دعم يا ابني خليك زي ما انت والأسستيشام هيديلك الرقم حالا الله يبريك لك فضل الله ينجي أهلا بك يا حج الله يسترع أحفظك الله يرس عليك يا حج الله يحميك يا ابني الله يرضى عنك حج شكرا بارك الله فيك شكرا يا شام خذ الحج أيوة يا ابني نمرته كام يا ابني شكرا يا حج شكرا بشكرك بحييك احنا قلنا الحلقة اللي فاتت ان التدخين بصوا عشان ما حدش يزعل لان فيه ناس كدير جدا وفيه خلة يعني تكلموا في ان التدخين اصله اصله من حاجات نباتية انا اسف التدخين حرام حرام وانا قلتلكم مثال بسيط جدا فيه رد على كل اللي بيقولك ان التدخين بصده من حاجات نباتية ومعرفش ايه لا يا حبيبي مع كامل احترامي وكامل تقديري لكل الاراء لو التدخين ما فيهوش مضرة ما كانتش شركات التدخين كتبت على علب السجاير التدخين ضار جدا بالصحة ويؤدي او ويسبب الوفاة ما كانتش شركات التدخين نشرت لكو صور المرضى من السلطنات وخلافه بسبب التدخين على العلب بتاعت التدخين لو كانت المسألة كده ما كانوش عملوا الحاجات دي كانوا روجوا للمنتجات بتاعته لكن التدخين فعلا ضار جدا ما كانتش الحكومة فرضت عقوبة على المدخنين اللي بيدخنوا في المواصلات العامة واماكن العمل لانه بتضر المدخن ده ياريته بيدر نفسه وخلاص ده بيدر نفسه وبيدر الناس اللي جنبه اللي هو بنسميه التدخين السلبي انا ما بدخنش يقعد جنب واحد بيدخن فده بيرهق يعني انا لا اتحمل اجلس بجوار انسان بيدخن دقيقة ما اقدرش لانه لا اتحمل الرائحة ابدا قط باي حال من الاحوال فالمدخن بيدر نفسه بيدر غيره فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا لا ضرر ولا ضرار معانا على التليفون احمد يا احمد السلام عليكم عليكم السلام اهلا بك يا اخ تفضل بارك الله فيك اهلا خليك اهلا اتسأل حضرتك بس سؤال كده لو جتي اجلها غايبوبة اهلا قبل رمضان بخمتاشر يوم اهلا مشيه سمعك تفضل وفضلت غايبوبة حد يوم خمتاشر رمضان وتوفر هل يا ابو سبا نسمع عنها الفترة دي ولا اي ولا بالضبط يعني حاضر يا سيد الناس الله يرحمها سؤال تاني والله الله يغفر لها ويرحمها ان شاء الله تفضل في صورة النساء ايه بتقول بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء قال كرها اهلا لا يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن ها ايه ايه سؤال لكم لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها اه ولا و ايه المقصود بالعضل حاضر ليش شكرا شكرا معانا على التليفون صفا السلام عليكم اهلا يا صفا و عليكم السلام اهلا يا صفا اهلا يا صفا والله حضرتك هي الفيديوهات اللي بتنزل عن النساء دي واحد بيبقى مسلم ويمثل نفسه يهودي عشان ينظر ويدحك مع الناس وده يمسع لا حرام طبعا اللي بينزلوها دي عوضت تقولهم كلمة حاضر وادعي للدعاء فضلي يا ربي زعل الرحمة تحيطك من كل ناحية وعناية الرحمن تراك من كل عين حاسدة وملائكة الرحيم تظلك في ظل عرشه واسأل سبحانه ان ينعم عليك بالحسنة وزيادة ويحليك بالوفار والنور التام يوم الضيامة ويجعك من أوليائي وأحباب شكرا يا صفا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أم رضو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي ممكن تقلس اه طبعا تفضلي على كده أنا بواحدة مخصوبة وكده وتحب خطيفة عادي لو قالت لي كده اني بتحبها بالحرار ماش وعايزة تقلسة الثاني ماش على كالاستيب فرد ان كان جسه وكاو تنم في مكان تاني نعم ما سمعتش حاجة عيدي اللي بتسيب يعني مكان جسه وكاو تنم في قضة تاني حرام اللي ايه اللي بتسيب يعني مكان جسه اللي بتهجر اللي بتهجر فراش زوجها اه حرام يعني وبتنام ليه بتنام في فراش تاني ليه غزه غير فراش زوجها يعني ممكن تحت وكده معه ممكن ايه بتنام يعني في مكان تاني معه ده ده مستمر ولا بس عشان ظروف زيارتها لأهلها ولا حاجة? ايه يعني كده. يعني عشان هي بتزور اهلها يعني? ام. طيب حاضر فهمت السؤال. وعلى كده عايزة تلتين بعضنا. ايه? الصور يعني صور وكده. في ايه? الصور صور حرام. بتعمل ليه بالصور دي? بتصورها هي يعني. على التليفون? ايه. والتليفون لو وقع بقى وحد اخده. ايه لا يعني انا سلو انجزك اسمعت في السنة النووية اني حرام اللي. ايه? اسمعت في السنة النووية اني حرامت الصور دي وكده. لعنى الله المصورون? اه. معاك بطاقة? ام? معاك بطاقة? لأ. عملت بطاقة ولا لسه? لسه. طب لما تعمليها هتعمليها بصورة ولا من غير صورة? بصورة. طب لو احنا عملناها من غير صورة ينفع ولا مينفعش? بصورة نعم ينفع. ليه? عشان الناس هتختلط ببعضيها. اه صح. صح? صح. يبقى التصوير المقصود اللي اللي انت فهماه حاجة. والحقيقة حاجة تانية. عشان كده سألتك السؤال ده. حاجة بك باستفادة بس كمان شو. عندك سؤال تاني? لا شكرا. شكرا. شكرا يامو احمد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ورحمة الله وبركاته. ازاي جاتيك. فضال يامو احمد. اه حدثة كنت عايزة سألك سؤال. نعم. اه انا اه اه شغالة يعني باش تغار. وا ه اه اه اه. واثل امي يعني اه اه سيدي توفأ. وبعدة جدا.Love. اه 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 اه. اه اه اه. 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 أه اه. 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 توفى. والمعاش والكلام ده لسه مطلعش. ماشي. اه فانا ينفع يعني اطلع صدقة كأنه اللي هيهم يعني يعني اطلع مثلا. لمين? 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 لولدك والدتك? الاهل لامي. لجدك وجدتك? هو جد توفى. جدتك? بس الحال جدي. جدك توفى. اه. هتدي بقى المين? لخالك ولا لجدتك. اه. اه. جدتي والاخوالي يعني عشان لسه معاش يعني الحال مش متيسر معهم. حاضر. اجيبوكي. هم? عندك سؤال تاني? لا شكرا. شكرا يا امو احمد. يا مونة السلام عليكم. مونة. وعليكم السلام الله بركاته. ظلم. وط التلفزيون يا مونة. وط التلفزيون. لا شو حاضر. ازايك يا شيخ اعمل ايه? اهلا بيك يا مونة. ايه انا كنت عايزة استفتر يعني على حيا فانا خايفة كن يعني شايلة زند فيها كبير يعني فانا مش عارفة اعمل ايه. انا عايشة مع خماتي في نفس البيت. فعدت علينا يعني الظروف وحشة وكده فما حدش من اهله وظيف مع جوزي خانس. فانا وقفت معاه وبحكي له ذهبي وقدت تلف من اهلي وزايك. فالحمد لله يعني ربنا فتحها علينا وكده. ومع ذلك انا بعملهم معاملتي كويسة خالص معا. بس حمادي بتردل المعاملة كويسة بمعاملة سيئة يعني بتتكلم علي. وانا يعني والله العظيم يعني بعملها دم ايه بالله. فبلغة معاملة وحشة منيها. فمرف مرف مرف انا يعني اشتكيت لي جوزي. فحصلت مشاكل وكده. فمشي بيت اهلي وزعلت وبعد كده رجعت تاني. فوربنا فتح علي جوزي الحمد لله واشتغل. وبنت الحال ما يبتيفصر معانا يعني. فهي اه حماياتي في الوقتي اه عايزة تشاركني في اي حاجة يعني اي حاجة يجبها لي جوزي لازم تشاركني فيها. مش فاهم. انا انا يعني اه مونا مونا. ايه. مش فاهم يعني ايه تشاركك? يعني زي مايجبلي يجيب لها. زي ما يجبلك يجيب له. اه يعني ايه لو 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 انا يعني بحتله ذهبي. انا بحتله ذهب عشان يفكر زنقته. فهو لو اجبلي حاجة. اه. مونا؟ اه. هد اللعب شويع عشان ما زعلكيش عالهو. هد اللعب شوي. انت اشترتين لما بعتيني الذهب. انا بعت له ذهبي. يا مونا اسمعي بس يا khi차 صبرى الله يسعدك. اه. الله يرضى الله يسترنا وإياكم أنا بسألك سؤال ببساطة أنت تفضلت وتكرمت وقعنت زوجك وفكت زنقته هل ده معناه أنك تقفلي على حماتك خالص؟ لا أنا ما جتلت ما هو ده معنى السؤال يا مونة مش أنت بتقوليلي حماتي عايزة تشاركني فيه مش فيه يعني أنا حماتي هي شاهية شافت أنه أبيعت دهبي عشان خاطره هو لما ربنا فتعليه هو ما بيكسترش معها يعني إحنا بنعملها كويس خالص وما السؤال؟ يعني هو بيراجعلي هو بيراجعلي الدهب بتاعي يعني هو بيراجعلي الدهب اللي هو يجب لي طيب يا بابا إيه سؤال؟ إن هي يعني هي أنا أنا حماتي معاملتي بيجي توحشة معي فأنا يعني أنا يعني هو يعني هي أين بتجيب لي حاجة أنا ما بردش أقول لي أن هو يجبوني يعني بقول أن أبوي أو أمي جابته لي يعني مش بتكلم أنه هو جوز اللي بيجيبولي لأنه بخاف من رد فعلا لأنه برد فعلا هو يبقى وحش معي ومعنية بتبقى وحشة معي خالد فأنا خايفة كون أنا يعني حرام أن أنا بنك خير جوزي أو حاجة زي كده طيب أنا فهمت السؤال على حقيقته اسمع الإجابة عندك سؤال تاني؟ لا لا شكرا شكرا يا مر الله يصلح حالنا وحالك يا مصطفى السلام عليكم وعليكم السلام عليكم حالك يا شيخ أم مصطفى أنا آسف يا أم مصطفى أهلا بك يا ربنا أبالك عليك في عمرك وفي علمك كده يا رب خالجينا يا رب يا شيخ ما هي سعيدك تفضل يا أم مصطفى لو سمحت ولا حريك بس أنا عندي مشكلة أنا عندي أختي شيكتي يعني إنسانة طيبة جدا ولها لذكرها والله يعني بس هي مشكلتها يا شيخ إن هي بتحسد من غير ما تكسط بتحسد حتى نفسها حتى مالها حتى كل حاجة عندها والكل ناس يا مالحبت على الحكاية بيها ويا مش وقدة بانها خالص يعني فعليك تعلمني دعاء أعلمهلها من غير ما جرح أو من غير ما حاسدت أني في حاجة يعني هي ما تعرفش خالص يا ما عنداش أي فكرة مش حاسد أني تعمل حاجة زي كده يعني بقولك يا مام مصطفى تحت أمضى هل تفضل هي حاسدة ولا عائنة يعني إيه حائنة تانية مش فاهمة الحاسد سره باتع يحسد من غير ما يشوف لا 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 يمش كده يحسد بالسماع بس إنما العائن لا يحسده إلا بعين لما يشوف يحسد بس أحبها نفسها وحاجتها برضو طيب حاضب عندك سؤال تاني لا الله يرضى عنك ربنا يجازد كل خير يا شيخ الله يرضى عنك وعن كل المجموعة اللي معاك يا رب اللهم آمين شكرا يا مصطفى شكرا شكرا لك يا أم يارة السلام عليكم عايكو السلامة الله مرکاته زكاسي تفضلي ممكن أسأل حضرتك بس السؤالين بس شخصي حد حكالي سر خطير حكالك سر وسر خطير وانا يعني ايه بقالي 8 سنين شايلة السر ده جوايا يعني وعايزة أقوله بس خيطة أقوله ربنا يحسن عليه السر ده حد قريب بينك ألهولك اه يعني ممتك أختك ده حد قريب مني يعني طيب مش عايزين نعرف الحد السر ده لو تقال حيتوقف عليه مضار ولا حاجة لا هو يعني السر اللي وتقال هتحصل فضيحة جانبا يعني طيب ماشي ايه السؤال التاني السؤال التاني يعني انا شايلة السر ده جوايا يعني مش عارفوا بالتفصيل بس عارف العنوان الرئيسي بتاعه فاسمعي الإجابة بقى ان شاء الله نعم شكرا يا عار يا نورا يا سلام عليكم وعليكم السلام ممكن اتقال سؤال اه ممكن طب انا فيه حد بجلي ان الرقية الشرعية بتحضر الجنة نعم عيدي صوتك واطي علي صوتك علي صوتك فيه حد بجلي ان الرقية الشرعية بتحضر الجنة ده حاجة ماشي السؤال بتاع مؤمير زي ما قلتلك السجاير في الحمام برا الحمام بيطفيها في الحمام ما يطفيهاش يعملها يخلي يسوي كل هذا حرام بغض النظر عم يكون يعني هو اللي بيشرب السجاير برا في الصالة حلال يعني وفي الحمام حرام السجاير حرام حرام حمام برا حمام اعزاكم الله كله حرام الاخ احمد رحم الله زوجتك واجعل مسواها الجنة وربنا يرحم موتانا ويغفر لهم اجمعين ويجعل مسواهم الجنة ويجعل قمورهم روضة من رياض الجنة يا رب ويجمعنا بيهم على خير في الجنة ان شاء الله مع سيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام هي العقل هو مدار التكليف والغيبوبة معناها ان ما فيش عقل فطالما ان ما فيش عقل يبقى فيش تكليف يعني ما فيش صيام ما فيش صلاة ما فيش حاجات دي لكن ان صمتم عنها هذا الشهر او اطعمتم عنها هذا الشهر فهذا من باب الفضل والاحسان لكن مدار التكليف العقل والعقل خلاص دي روحت في غيبوبة طالما ان الواحد وقع في غيبوبة مع لهش لا صيام ولا صلاة ما تنساش الحتادي لكن ان فعلت هذا فهذا لا شيء فيه وهذا حسن ولا شيء عليك فيه ان شاء الله في صورة النساء لا يحل لكم أن تريثوا النساء كرهاء أنت لما يبقى واحد عنده مثلا يا عم أحمد أخت أو الراجل متجوز واحد وهي مش عايزة مش عايزة عيش معها وما فيش قدامها أي حل فيفضل مسكها علشان خاطر لما تموت يورس هو المال بتاعها فربنا حرم ده ما ينفعش أنت هتعيش معها بالعافية علشان تورس المال بتاعها لأن ممكن كان بيكون فيه سيدات عندهن من المال الكثير فيقوم إيه يمسك فيها يمسك فيها يمسك فيها لحد ما إيه يحدثوا هذا الموت وبعدين هو يرس هذا أو الأخت عايزة تتجوز الأخت عايزة تتجوز فييجي إخواتها يمنعوها أن هي تتجوز يكرهوها على عدم الزواج ليه؟ يقولوا أختنا دي عندها عشرين خمسين مئة فدان هتتجوز المال ده هيروح لزوجها لأنها تتجوز وممكن تتجوز وتخلف صبيان وبنات فلو خلفت عيال صبيان المال كله يضيع مننا فيأموا يعضلوها يمنعوها من الزواج علشان يورسوا في نسحة ويورسوا ملها بعد ما تموت إخوتها يعملوا ده عشان يورسوهم ويمنعوها من الزواج لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن العضل يعني المنع الراجل ممكن يمنع زوجته من التصرف في حاجة أو يقول لها مش هطلائك إلا ما تتنزلي عن المهر اللي أنا كاتبهولك ده ملايين بيعملوا الكلام ده العضل المنع يعني مش هديلك حريتك بالطلاق إلا ما تتنزليلي تتنزليلي بقى وتطلع بالعبال اللي عليها وممكن والله العظيم يأخذ العبال اللي عليها كمان آه في ناس لا تتورع أن هي تعمل كده هذا هو المعنى والله أعلى وأعلى صفى الكذب في الفيديوهات حرام 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 لا يجوز أبدا ولقول النبي صلى الله عليه وسلم تجنبوا الكذب ولو فيه النجاح ولقول الله يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فاللي بيعمل فيديوهات كذب بنقوله اتق الله فهذا كذب وافتراء ولا يرضي الله فلا تفعل هذا يمرضوا كلمات الحب بين الخاطب والمخطوبة حرام الخطبة ما هيش جواز الخطبة مجرد وعد بالجواز عايز يبقى فيه كلمات حب بينك وبينها اكتب كتابك يا عناية اكتب كتابك يا عناية عشان خاطر أي كلمة ما تبقاش غلط كلمات الغازة الحب بين المخطوبين وانت تطول فترة الخطبة ليه ما تروح كهز نفسك يا عناية وجهز بيتك كده وقوم روح واخطب البنت وقعد لك شهر شهرين وبعدين خدها بيتك بدل ما يبقى فيه كلمات حب يعيش بقى حياتك ما هتبقى أمراتك لكن تقعد خاطب البنت سنة اثنين ثلاثة اربعة ما لازم يحصل أخطاء وهذا حرام لا يجوز الوقت زعلاني عم الشيخ ان انا بقولوش كلمات حب ما تقولي لوش حرام مش من حق افردي حصل مشكلة بنت الناس انت قلتيله ان انت بتحبيه وانك بتموتي فيه حصل مشكلة والوقت سابق ايه محل الكلام ده من الاعراب من اللي خسر عشان كده خلي بالك من الامر ده الخطبة مش جواز ده مجرد وعد الوعد ده ممكن يتم وممكن ما يتمش عشان كده الكلمات دي لا تحل اما تكتب كتابك وتبقى دي زوجتك قلها من الارض من السابوس ده انت بتقعد وانت ايام الخطوبة ابليس بيبقى بيلعب لعب واول ما تتجوزه يخصمك ويروح دور على غيرك وصيبته بالخرس الزوجي ومال كان فين الورد وكان فين بحبك وكان فين النار ولح في الضرة لا مات الكلام ده بعد الجواز لا حاول ولا قاتل لا بالله اللي بتنام ده هي السؤال يام رضوة يا سيتي دي عندي اهلها فما فيش مكان تنام فيه مع زوجها فبتنام مع اهلها يعني هذا لا شيء فيه لكن لو كانوا في بيت واحد لا لا انصحوا بهذا مادم هم في بيت تعيش معه في فراشه وهو يعيش معها فهذا احصن لها وافضل له يعني ده يساعد الزوج والزوجة على ان هم الاثنين يمشوا بشكل صحيح وشكل سليم ويقارب بينهما حكم الصور انا جاوبتك ببساطة شديد جدا مش الصور دي هي المحرمة الصور اللي كان مقصودة في الحديث هي النحت ان انا اعمل تمثال ويبقى الهدف منه العبادة وان الناس تعبدوا وتسجد لهم من دون الله اللي هي الاصنام اللي كانت بتصور وبتنحت هو ده حديث النبي لعنى الله المصورين لكن التصوير العادي ده ما دامت انتفت شبهة العبادة فلا حرج في ذلك لكن انا من صحي التليفون بتاعك ده مش عامل امان يعني التليفونات المحمولة بتاعتنا دي اسهل حاجة يتم اخترقها عشان نبقى واضحين بس كل الاجهزة الحديثة كل التليفونات حتى احدث تليفونات كلها يا بنتي بيتم اخترقها وبيتم التصمت عليها وهو حتة رابط صغير عشرين ثانية التليفون يتمسك في ايد شخص ممكن يحط رابط يصورك والتليفون مقفول والتليفون مغلق اف مقفول خالص يصورك ويسجل كلامك 24 ساعة وده سهل جدا وده حصل كتير جدا جدا من خلال التليفونات الحديثة دي دي رقم واحد دي رقم اتنين التليفونات الحديثة اي صورة بنصورها عليه حتى لو مساحتها بتفضل عليه فيه برامج بترجع الصور دي تاني فلو حد اخترق تليفونك وهو في ايدك او لو تليفونك وقع منك والصور دي رحت لحد طب ليه يبقى ملوش لازمة يا بنت الصور دي فخلي بالك من الحتة دي يا بنت الواتساب والحاجات دي كلها السيرفرات بتاعتها ما بتمسحش الصور حتى لو انا مسحتها بتفضل عنده المعلومات دي اليهود عباد معلومات يا بنت والبرامج دي بتاعته والبرامج دي في الاصل البرامج الواتساب البرامج بتاعت التواصل الاجتماعي الحاجات دي الهدف من انشاء هذه الادوات وهذه البرامج هو التجسس على الناس واحلى احلى 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 تجسس هو الفيسبوك احلى تجسس ليه طبختي بطاطس النهاردة البطاطس بكام النهاردة طبختي لوبيا فتروح الكاتبة ومصورة فضحتي نفسي رايح اتزور امك طبختي انا رايح اتزور امي وفي ايه في ايه كل حياتنا كده بقت منشورة على الفيسبوك وعلى الواتساب وبعدين كلها تجسس اخر ظهور اخر ظهور لفلان فلان كان الساعة كذا ده بعرق كل ده تجسس كل ده تجسس فخلي بالكم الحاجات دي الله يحفظنا وياكم يا محمد الصدقة على جدتك لا يجوز يا بنتي انت ما ينفعش تتصدقي على امك ولا على والدك ولا جدك ولا جدتك وانت طلع ما ينفعش انت ما تتصدقيش عليهم لكن ينفع تتصدقي على اخوالك ان انت مش ملزمة بالنفقة عليهم ماشي انت مش ملزمة فانت لو هم في ضيق اعطيهم من الصدقة ويبقى دالي اخوالك مش ليدتك الله يرضى عنك وياه في الله ناولكم مونة بص يا مونة ما تعمليش مشاكل مع حمادك انت الله يرضى عنك ويبركلك تصرفت تصرف محترم مع رجلك بيأتي دهبك وقالت له خد يا ابن الناس وقف على رجلك حد الازمة دي ما تمر مرت الازمة شي اللي من دهبك بقى انك انت تحطي نفسك وصد حمادك تخسري يا مونة تخسري لو عملت مقارنة بينك وبين حمادك انت تخسري انت بيأتي دهبك عشان هو يقف على رجليه هي حملته وولدته وأكلته وكبرته وشربته وخلته لك جاهز على الجواز وانت جيتي اخدت وشي القفص فخلي بالك من العتالي هي تكسب هي حقها اكبر من حقك ما تعملش نفسك مقارنة بينك وبينها انت سؤالك انا في حاجة في السؤال زعلتني هي ايه بتقولي عايزة تشاركني في كل حاجة لا السؤال الصح انت اللي مشاركاها في كل حاجة انت اللي مشاركاها لأن ده ابنها او ما تسعليش مني يا مونة والله عشان بس يبقى صريح معاك الراجل يعرف يجيب زوجة تانية وتالتة ورابعة لكن ما يعرفش يجيب أم ولا يعرف يجيب أب ولا يعرف يجيب أخ ولا أخر فالرباط اللي بينه وبينهم أقوى من الرباط مع ان فيه بينك وبينه ميثاقة ليس لكن عشان ترايح دماغك مش مطلوب منك انه كل ما يشتري لك حاجة تروح تقول يا حمات يا شي احترالي العباية لا مش عايزي الكلام ده خال ايه ما هو فيه غيرة الستات يا مونة الست مجمولة على الغيرة يا بنتي والغيرة خلت ستين عايشة تعمل حاجات عشان نكتشف طبائع البشر يا بنتي فما تروحيش تستفزي حماتك محدش طلب منك انك تدي تقرير يوم يجوزي اشترالي كذا وكذا وكذا لا يا اخت ما حدش طلب منك حاجة ولما يتسأل السؤال تويهي على الكلام لا تجدبي ولا تصرحي ان في المعارض لمندوحة المعارض يعني عرضي ما تجيبش الحقيقة وبس ما تقولش الكذب انت فاهماني يجيب لامه بقى من الارض للسماء البركة اللي انت عايش فيها ببركة احسانه الى امهي مع ان امه بتعملك وحش دي طبيعي لانتي يلا الناس هي كده الستات كده تغار منك اقولك على الهواء حاجة كمان بس يعني ما تتخضوش ايوة فيه ستة تزعل لما تشوف مرات ابنها لبسة لابسة جديدة ولا يعني انت فاهمين الهواء له ضوابط واداب مش عايز اخطاها انت فاهمين انا عايز اقول ايه فخلي بالك من الحاجات دي ما تحطش نفسك في موضع السهام ده ولا تقوللها جابلي ولا تحط في دماغك جابليها اللي بجيب لهاش بكيز ده وانت خالص وانت شرعا مش مطالبة ان كل ما يشتري لك عبايا ولا كل ما يشتري لك هدية تروح تقوللها يا حماتي ابنك اشترى لي واشترى لي تروح تقوللها فيها نار ما هي لازم ترنك ترزعك فما تحطش نفسك في الباب ده يا ام مصطفى فعلا فيه اللي بيحسد طب ايه الدعاء اللي علمه للشخص عشان ما يحسدش بص يا ستي الاية الكريمة واضحة في الحتة دي ربنا بيقول ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله قال له اخش جنتي ملكي انا احسد نفسي ايوالله الواحد ممكن يحسد نفسه ويحسد ماله ويحسد ولاده طب عشان ما حسدش اقول ايه لازم ما شاء الله لا قوة الا بالله يبقى الدعاء زي بنص القرآن قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله والرجل لما حسد صاحبه وراحه لسيدنا نبي قاله لولو الح سهل بن حنيف ضع اتحسد فالنبي جاب الحاسد قال له على ما يقتلوا احدكم اخاه هل بركت يعني قول بقى قوله اللهم بارك قولي اللهم شوفي بنات ولاد جرتك ولاد اختك ما شاء الله اللهم بارك اللهم بارك بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله اللهم بارك بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله اللهم بارك اهم ثلاث حاجتهم حلوين خارج وسهلين اهم بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله اللهم بارك اي حد يشوف اي حاجة حلوة عند اي حد يقول بسم الله ما شاء الله اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك حد اشترى عربية حد صحته حلوة حد اولاده كويسين وقوله بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله اللهم بارك بسم الله ما شاء الله ده قوة إلا بالله اللهم بارك يام يارا أنا زعلان منك أنا زعلان جدا منك اوعي تكلمي نفسك في السر اللي انت شايلان والسر ده اوعي اوعي لسانك وبؤك كده يطلح حرف منه اللي أخطأت دي واستأمنتك على أغلى حاجة ما تستحقش منك انك تتباحيها وتفضحيها بعد كام سنة اسكتي جانب الستر في الشريعة الإسلامية مقدم على جانب الفضيحة في واحد من الصحابة فكركم بيه اسمه جليبي فاكرين جليبي بزنة وراح لابن عم وقال له يا ابن عم أنا زنية قال له لازم تروح تعترف للنبي عليه الصلاة والسلام وتخلص نفسك قال له لو اعترفت للنبي أنا متجوز وهيقيم الحد علي قال له ما ليش دعوة يوم واثنين وثلاثة الحد ما فعلا الرجل ده راح ده مش جليبيب أنا آسف ماعز ماعز أنا آسف ماعز ماعز فماعز بعد يومين ثلاثة اربعة ابن عمه أحد على دماغه اروح روح 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 فراح فراح قال للنبي ففعلا أقام الحد عليه بعد يومين ثلاثة راح ابن عم معز ده للنبي عليه السلام وقال له أنت ما تعرفنيش أنا ابن عم ماعز قال له يعني قال له أنا اللي خليتوا يجي أعترف لك انه زنى النبي رد عليه وقال له والله العظيم لو سترت بثوبك لكان أفضل لك عند ربك استر يا بنتي ما تفضحيش ربنا يحزبك لو أنت تكلمتي أنت تمنتي على هذا السر ما تتكلميش حتى لو الطرف ده بيغلط تروح تقولي له اتق الله أنت بتغلط خاف من ربنا وبلاش أنت يا بنت تكوني عامل من عوامل الفضيحة وخليه هو لو غلط ربنا هيكشف سادره عنه ولكن مش بيرك أنت الله يسترنا وإياكم ويغفر لنا ولكم آخر سؤال نورة الرقية بتحضر الجن ده كلام يا بنتي غير صح استغفر الله يا بنتي استغفر الله من قال هذا الكلام يا بنتي هذا كلام غير صحيح ربنا يحفظنا وإياكم ويسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة حلقة النهاردة خلصت أشوفكم في الحلقة اللي جاية إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته